موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن تطورات الموقف الجزائري في ليبيا والتي سننطلق فيها من آخر كلمة للرئيس عبد المجيد تبون والتي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تحدث فيها عن ليبيا لمدة 52 ثانية الملاحظ أن السفير الجزائري في الأمم المتحدة قدمه بما يريد أصحاب السعادة السيدات والسادة يشرفني أن أقدم الخطاب المسجل لفخامة الرئيس لفخامة الرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فخامة الرئيس الجمهورية السيد السفير قال ذكر فخامة الرئيس وهو في هيئة عالمية وكان ذلك يعتبر مخالف لما قاله الرئيس وطالب به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أول خطاب وجهه إلى الجزائريين في 19 ديسمبر 2019 عندما أدى القسم الرئاسي والذي طالب فيه بإنهاء كلمة قبل أن نهي هذه الكلمة أرجو منكم ومن خلالكم إلى كل من هم تحت سلطتكم أن يسحب من هذه اللحظة لقبل فخامة أن يسحب لقبل فخامة ليوصف الرئيس الجمهورية بالسيد وفقط هذه نقطة فقط أردنا التنويها إليه أمر آخر أنه في الخطاب نفسه الذي وجهه عبد المجيد تبون في ديسمبر 2019 بمناسبة أدائه للقسم الرئاسي تحدث عن ليبيا وقال ذلك كلاما مهما جدا في الشأن الليبي حيث تحدث قائم فالجزائر أولى وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا أحب من أحب وكره من كره ولن تقبل الجزائر أبدا بإبعادها عن الحلول المقترحة للملف الليبي أن الجزائر معنية بالشأن الليبي أحب من أحب وكره من كره وأن الجزائر لا تقبل أنها تكون مبعدة عن قضية ليبيا إذن هذا موقف صارم وحاد وأنا ذاك تداولته وسائل الإعلام بكثرة أن الجزائر تعود بقوة وملا أدنى الشك حدثت عدة تطورات في هذا الشأن حيث حيث تحدث مرارا وتكرار الرئيس الجمهوري عبد المجيد تبون ذهب إلى برلين وشارك في ذلك اللقاء حول الشأن الليبي ووجه كثير منه في حواراته المتعددة كثير من الكلام بل أن رئيس الجمهورية وجه اتهام إلى تركيا بدون أن يسميها عندما ذكر بأنها أدخلت أطنان من الأسلحة وكان يقصد تركيا يعني غدوة تستفحل الأمور ونطيحوا في اللقاء وقلت يعني قلتها ورحمي ربما بعد الرئيس اللي حضروا في برلين وحضروا مبار قلتها بصراحة أنه تغرا في ربع شهر قلت الشي اللي صراح في سوريا بدأت جسد في ليبيا وتخنى فيها وتقريب نصر الأطراف اللي كانت متسارعة في سوريا كانت متسارعة في ليبيا وقلت في حالة ما ما تحبسش الشي ما تزاوج أنا ماشين الشي ما تاع سوماليا سالة سومالي مالغدوة لأخذة طابعة أخر وربما فيه ناس بغين يجرون على هذا هذا الكلام يعني اكزاكتما بغين يجرون نحن ما ندخلش المصلحة الوطنية المصلحة الوطنية تعنا تقتضي أننا يكون السلم في حدودنا نحن ليبيا الشي اللي راح صاري فيها ها الدرب واحد يتغلب اليوم والاخر يغلب غدوة وهدي السلم ما يكونش هاك وقلتها في أوسط على الأوسط بلا ما نتكون الأسامي بلا ما نتكون هادي بغاو مشاركة تار جزائر كل أطراف ليبيا ورعم يسمعوا فيها كل أطراف الليبيا منا ومنا قال لك احنا عنا ثقة في الجزائر تقرب يا الدولة الواحدة اللي قادرة تلقي بنا بين الفراق قبائل ومسيرين سي سراج مرفضش الوساطة تعالجزائر والسي حفتر مرفضش الوساطة تعالجزائر وكنا ديري باش لقوهم هنا ويجوا يمضو هنا في دولة أخراجات لا يجوا يمضو عندي دولة أخراجات يروح الله يسهل احنا المهم يمضو لو يقاف الخط احنا ما ما ناش دارينها كارت بوستال ولا دارينها احنا بغين السلم في ليبيا نيرهم في طيارة ويطيروا في السماوي سني وفي السماوي هبطوم سنيين ما يهمناش حنا يهمنا الدب الليبي يتوقف وازدواجية في الكلام وهادي في برلين تفاهمنا وتحت أوامر المجلس الأمن وفي برلين حضروا معنا خمس كبار أعضاء تعالى الأعضاء دائمة عن مجلس الأمن وتفاهموا على أساس لا مرتزقة ولا سلاح ما يزيسوا يدخل ليبيا كل الناس بصمو بالعشرة كما يقولوا شهر من بعد دولة دخل 3400 تون تعتاش لا شهر من بعد دولة دخل 3400 تون تعتاش لا شهر من بعد دولة دخل 3400 تون تعتاش لا بعد ذلك بعد ذلك أيضا وجه ما تشبه لدغة عندما تحدث رئيس الجمهورية على أن حكومة السراج قد تجاوزها الحكومة الحالية من بين هذه المؤسسات ولكنها تجاوزتها الأمور يجب أن نقدم مؤسسات تمثل كل الليبي وهي الحكومة المعترف بها دوليا كحكومة شرعية بناء على اتفاق السخرات والذي يعني وهو الرئيس يعني ما يقول لأن اتفاق السخرات أعطى عام سنة وبعد ذلك مدة ستة شهور أعتقد لحكومة السخرات معناها عفوا لحكومة السراج معناها حكومة السراج انتهت منذ سنوات منذ سنوات هذا اعتبر كأنه سحب للشرعية ونحن نعلم أن التدخل التركي في ليبيا جاء بناء على اتفاقية مع هذه الحكومة معناها عندما يقول رئيس الجمهورية أنه لا يمكن الجزائر معنية حب من حب وكره من كره معناها الداخل والخارج وأنه لن يسمح أبدا أن الجزائر تستبعد من أي تسوية في ليبيا وبعد ذلك يتهم تركيا بأنها أدخلت أطنان من الأسلحة وأن الذين يتصارعون في سوريا هم أنفسهم تقريبا يتصارعون في ليبيا وأن ليبيا تتجه نحو الصوملة وكل هذا الكلام وقال بأنه راهنا على القبائل وكثير من الأمور وأرسل وزير خارجيته إلى ليبيا التقى مع وزير خارجية بوقدوم التقى مع السراج والتقى مع حفتر استقبل السراج في الجزائر واستقبل أيضا عقيل صالح رئيس برلمان ليبي استقبلوا أيضا في الجزائر كل هذه الأمور كانت دبلوماسية جزائرية قوية جدا قوية جدا قوية بكل يعني ما تعنيه الكلمة كل ما تعنيه الكلمة حتى أنه كنا كمحللين بناء على المعطيات التي تحدث أن الجزائر ستكون ستكون هي الدولة التي ستستضيف اتفاق اجراء الاتفاق بينها وخاصة أنها استعدادها لاستقبال الاشيطاء الليبيين للاتفاق وبعد ذلك فجأة يذهب إلى المغرب يتراجع تتراجع حدة الخطاب الجزائري في ليبيا حتى أنه في كلمته أمام المجلس أمام الأمم المتحدة التي يسمعها كل العالم لم يوجه أي اتهام الطرف بل قتحدث عن التدخلات التي تمس بالسيادة ورفض كل التدخلات الخارجية التي تعد مساسا بسيادته معناها استم استثناء بعض التدخلات التي لا تمس بالسيادة إذن هنا رغم أن الجزائر من قبل قالت بأنها ترفض رفضة مقاطعة أي تدخلات أي تدخلات في ليبيا ترفضها كامل فنحن في الجزائر والدول تساعد الشعب الليبي فقط تساعده وهو المعني أول من قبل كل شيء في خطابه في الأمم المتحدة ظهرت ليونة أخرى وبناء على هذه المقاربة عاملت الجزائر ولا تزال على التقريب بين الإخوة في ليبيا ودعوتهم للانخراط بشكل بناء في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة من أجل الخروج من الأزمة وفقا لإرادة الشعب الليبي ورفض كل التدخلات الخارجية التي تعد مساسا بسيادته وترحب الجزائر بإعلاني وقف إطلاق النار المعبر عنهما مؤخرا داعية الأطراف المعنية إلى ترجمته على أرض الواقع دون انتظار ليبيا هي أكثر ملف في المنطقة أي خصص لها تقريبا نقلنا 52 ثانية من خطابه في حين مالي 64 ثانية نجد فلسطين خصص لها 40 ثانية والصحراء الغربية 62 ثانية معناها أقل مدة أخذتها فلسطين وبعد ذلك تأتي ليبيا فلسطين التي تعتبر أنها قضية مقدسة خصص فيها ولم يقدم أي طلب في هذه القضية واسمعوا رئيس الجمهورية ماذا قاله أما بخصوص القضية الفلسطينية التي تبقى بالنسبة للجزائر وشعبها قضية مقدسة بل أم القضايا فنعبر مجددا عن دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه غير القابل للتصرف أو المساومة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف قناعة منها بأن تسويتها تعتبر مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط ونعود ماذا قال في آخر حوار أجراه في تلفزيون الجزائري عندما قال الهرولة للتطبيع لم يذكر أصلا هنا في هذا الخطاب الذي موجه العالم قضية التطبيع والهرولة ولا إذا شيء آخر هنا ذكر في بداية خطابه قضية الشرعية الدولية معناها أن الجزائر تطالب بدولة فلسطينية في حدود السبعة وستين معناها تسعة وسبعين بالمئة من الأراضي لإسرائيل وتقريبا تسعة وعشرين نعم تسعة وعشرين بالمئة إلى فلسطين الشرعية الدولية هذا ما تقوله حدود السبعة وستين قسمت عاصمتها القدس الشرقية وهو المرتين الرئيس يذكر القدس الشريف ونحن طبعا نعلم ونعرف أنه القدس الشريف يقع في حدود يقع في القدس الشرقي على كل حد ليس هذا موضوع إذن الملاحظ نحن كمحللين أن خطاب الجزائر في الشأن الليبي بدأ قوي وبدأ يتراجع بدأ قوي وبعد ذلك أظهر كأنه إنحاز في مرحلة معينة أنه حيادي وبعد ذلك بدأت كأنه لما تصرح تصريحاته بأنه الحكومة تجاوزها الزمن وصف كأنه إنحاز إلى حفطة بعد ذلك أكدت الجزائر أنها حيادي وبعد ذلك في خطاباته وإشاراته أنها ضد التدخل التركي والجزائر من مبادئها ضد التدخلات ولكن لم يجدد الرئيس رفضه للتدخلات في حين في قضية الصحراء الغربية جدد مطالب بعينها جدد مطالب بعينها واستمعوا إلى ماذا قال الرئيس عن قضية الصحراء الغربية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية نسجل بكل أسف ما تعرفه هذه القضية من عقبات تعرقل تسويتها لا سيما توقف المفاوضات بين طرفين نزاع والتماطل في تعيين مبعوث أمم جديد إلى الصحراء الغربية وتدعو الجزائر إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية المؤجل منذ أزيد من 29 سنة والتعجيل في تعيين مبعوث للأمين العام الأممي وتفعيل مصار المفاوضات بين طرفي النزاع والتفرغ لتحقيق آمال الشعوب المغرب العربي وإفريقيا في التنمية والاندماج إذن هنا جدد مطالب وفي الملف الليبي لم يجدد مطالب بعينها من المفروض أن يجدد الرئيس أن الدول التي تدخلت أو تتدخل عسكرياً وتتواجد لها قوات على الأرض يجب أن تسحب قواتها وتعطي الفرصة لدور دور تلعبه الجزائر هذا ما وعد به رئيس الجمهورية عشية انتخابي أو أدائه القسم الرئاسي قبل أن يمان يذهب إلى مكتبه في رئاس الجمهورية إذن ما هو سر هذا التراجع؟ التراجع واضح وراحظنا في هذه الآوينة تركيزها على مالي آلي وزيارات وزير الخارجية إلى مالي ولكن ليبيا هناك تراجع ما هو؟ هل هناك تراجع على ما يبدو لما ننظر إلى المشهد من خلال التصريحات رئيس الجمهورية يبدو أن هناك تراجع في حدة الخطاب؟ ما هي أسبابه؟ هل أن رئيس الجمهورية لا يريد أن يتكلم في الموضوع وهناك عمل غير معلن تقوم به الدولة الجزائرية مع القبائل لتغيير خارطة المشهد الليبي؟ هل أن الجزائر بدأت تنسحب خاصة أنه خيبت أمل جزائرية في المواقف الليبية خاصة أنها متجهة إلى التركية في هذه الجهة والجهة الأخرى متجهة إلى مصر وبعد ذلك اتجهت إلى المغرب ونحن نعلم أن الدبلوماسية الجزائرية دائما تنظر إلى الدبلوماسية المغربية كغريم بمعنى الكلمة في محاولة لعب أدوار في المنطقة أو أن هناك صفقة ما البعض يجري الحديث على أن هناك صفقة جزائرية تركية هناك صفقة جزائرية تركية هناك ما يجري الحديث أنا شخصيا لا أملك المعطيات كاملة ولكن أحلل المشهد بناء على البعض أخبرني شخصيا بمعلومات تقول بأن هناك صفقة جزائرية تركية تتعلق بملفات ومنها ملف بنويرا المساعد الذي كان في سكرتارية الراحل أحمد قيد صالح والذي استلمته الجزائر من تركيا هناك من يجري الحديث عن هذا الأمر وأن بنويرا لديه معلومات وأنا أؤكد هذه المعلومات بأنه لديه معلومات وأشياء وهذه الأشياء تم استرجاعه وبناء على اتصال شخصي يعني أهمية الشخص تخيله مساعد أول كان سكرتير جيد صالح ويتدخل رئيس الجمهورية ويطلبه شخصيا من نظيره التركي رجب الطيب أردوغان ما هي سهلة الرئيس لم يطلب مثلا خالد نزار المحكوم عليه قضائيا لم يطلب بوشوارب الذي ورّت الجزائر في مليارات من الفساد لم يطلب وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أيضا الذي يتواجد أمريكا وغرب إلى أمريكا وأيضا مليارات لم يطلب أيضا جنرالات جنرالات قائد الدرك الوطني السابق الذي هارب هنا في فرنسا بالأقصير الذي أيضا ورّت الدولة في مليارات لم يطلب رئيس الجمهورية لم يتصل بأي أحد يطلب أحد هذه الرؤوس رغم أنه كما وصفهم أحده وصفهم بأنهم عبارة عن وثائق متحركة واحد كان قائد الدرك الوطني خالد نزار كان وزير للدفاع عو جنرالات آخرين وكذا وكذا لم يطلبهم رئيس الجمهورية طالب بنويرا بالضبط إذن هناك أهمية كبيرة تتعلق بهذا اللغز لا لملك معطياته وهناك من يتحدث أن بنويرا لديه ملفات أخذها معه ملفات تتعلق بالفساد ملفات تتعلق بالقيد صالح وأشياء كثيرة من هذا القبيل وأنه يعتبر علبة سوداء للأيام الأخيرة التي قضاها في من حياة القيد صالح هناك أيضا أنا شخصيا لا أستبعد أنه ليست لديه أهمية كبيرة كشخص من ناحية الرطبة تبعه فهو مساعد أول طبعا مع احترامي إلى هذه الرطبة فكل الرطب محترمة هذا من ناحية من ناحية أن القيد صالح لا يمكن أبدا أن يكشف كل أوراقه إلى سكرتير وهذا يقوم بدور يدخله الأوراق وكذا 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 هذا من هذه الشيء إذن الشخص هذا تكون ليست الأمر يتعلق بأسرار للقيد صالح يتعلق بملفات تمكن تمكن هذا الشخص كانت تأتي الملفات إلى مكتبه المكتب يدخلهم للقيد صالح إذن يبدو أنه عنده ملفات من هذا القبيل المهم أنا لا أجزم بهذا الكلام هذه نقطة فقط وهناك من يتحدث أنه هناك اتفاق استراتيجي الآن مع تركيا أن الجزائر بدأت تتجه نحو تركيا كحليف ولذلك تركيا ستدعم الجزائر في ملفات أخرى وفي أدوار أخرى وأن رئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد إلى تبون الرئيس الجزائري بأنه سوف تعطى للجزائر أو يعطى للجزائر دور مهم في الملف الليبي وهذا للأسف شديد مهما كان صحيحا طبعا ونسلم بأنه صحيح لا يمكن أبدا أن يصل حال بالجزائر التي كانت لا يمكن أن يحدث شيء في شمال أفريقيا إيقيا وفي منطقة المغرب العربي لا يمكن أن يحدث شيء من دون المرور على الجزائر يصل بها الحال إلى أن الشقيقة الليبي اللي عندها حدود معاها أكثر من 900 كم كم ودولة شقيقة وعضو في اتحاد المغرب العربي يصل الحال إلى أن ملف هيكون عند الغير والجزائر تنتظر أن يسمح لها أو يعطى لها من طرف الأتراك حتى يكون لها دور وكذا إذن الملاحظ والمبين أن هناك تراجع حقيقة في الموقف هذا المعلن هناك تراجع في الدور الجزائري هناك أيضا من تحدثت معهم ولديهم أهميتهم في المشهد الجزائري أخبروني أن الجزائر أصيبت بخيبة أمل حقيقية بما يحدث في ليبيا ولذلك أظهرت بعض التراجع لأنها لم تجد مدخل إلى هذا الملف ولا يمكن وتدرك تماما أنه لا يمكن أبدا أن يحل الملف الليبي من دون دور الجزائري الدور الجزائري على مدار السنوات التي مضت الجزائر كانت حيادية ولذلك لا يمكن أبدا أن الليبيين يستغنوا عن الدور الجزائري الدور الجزائري وسيأتي اليوم ويطلبوها بالاسم هذه من بعض الإحتمالات ولكن السؤال المطروح سيبقى مطروح إلى أن تجيب عليه السلطات الجزائرية أو تجيب عليه المواقف الجزائرية في الفطرة القادمة لماذا الجزائر تراجعت في الملف الليبي هناك تراجع حقيقة في الدور الجزائري أن كنا نتوقع بأن هذه الفطرة والجولة المارطانية التي قام بها وزير الخارجية الجزائري واللقاءات ورئيس الجمهورية قال بأن ملف الليبي من الأولويات في الجزائر صار ليس من الأولويات في المشهد لم يعد ذات أولوية ربما الجائحة كورونا والوضع الذي تمر به الدولة مربما لديه تأثيراته ولكن بلا أدنى شك أنه هناك تراجع جزائري رسمي وتظهره المواقف المستمرة إلى أين سيستمر هذا التراجع هل تعود الجزائر بقوة هل هناك عمل تقوم به الجزائر بطريقة غير معلنة حتى تحذر الأرضية التي تمكنها من لعب دور قوي لأنه بلا أدنى شك أن المشهد الليبي معقد جدا وإلى أبعد الحدود وليس من السهل تفكيك لذلك أن الجزائر التي لا تتواجد عسكريا على الأرض ولا تمتلك قوة عسكرية تساعدها هناك ولا حلفاء لديها حتى يفرض أجندتها على الأرض الجزائر تتعامل من مسافة واحدة مع كل الأطراف وأعتقد بأن هذه المسافة في ظل تدخلات خارجية موالية الطرف على حساب الطرف الآخر في ظل دولة ثرية بالنفط والغاز وتسبح على أنهار من الغاز دولة غنية وكل الذين يتدخلون لديهم أطماع أعتقد بأن الجزائر التي كانت وللأسف في عهد بوتفليقة غائبة عن المشهد كل هذه السنوات سيمكن أن تنجح بين عشية وضحاها في إيجاد موطئ قدم لها في الشأن الليبي أنا أعتقد معامر الوقت الجزائر إذا لم تراجع سياستها في المشهد الليبي الليبي أعتقد بأنها ستخرج رويدا 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 وبعد ذلك يصل الحال إلى أن لا يكون لها أي دور بل أن الليبيين يقفزون من ليبيا نحو المغرب ونحو تركيا ونحو دول أخرى والجزائر التي هي المعنية رقم واحد كما قال الرئيس بنفسه أحب من أحب وكره من كره غائبة وتتراجع إلى حد ما وقل حماسها كما كان عليه في الأول الأيام سكفيلة بالإجابة هذا ما أردت أن أقوله في هذا الموضوع وردا على هذا السؤال الذي وصلني كثيرا من الإخوة المتابعين حول ما يرونه أيضا تراجع في الموقف الجزائر في المشهد الليبي إن شاء الله سنلقاكم في مداخلات أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله